السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الليلة ان شاء الله سنقوم بتحليل المباراة التي كانت منافسة دوري أبطال أوروبا والتي كانت بالبلو الشلسي ومعلم السويدي وطبعا كم الموالف الذي يهمنا كمغاربة هو فريق الشلسي بقيادة المدرب الألماني توماس دوخيل والذي يدخل بها تشكيلها في حراسة المرمى إدوارد وميندي والذي يدفع أنتونيو رويدغير تياغو سيلفا أندريس كريستنسن كظاهر أيمن سيزار أسبلاكويتا كظاهر أيسر ماركوس ألونسوف في خط الوسط جورجيني وروبينتشيك أما توليتي خط الهجوم في قيادة المغربي حاكم زياش والذي يستمر تواجده في تشكيله الأساسية بجانب كالوم هودسون ودوي والألماني كاي هافرز وقبل بداية المباراة كان فريق البلو الشلسي يحتل المركز الثاني في جدو الترتيب بسيط نقاط أما المنافسه في المباراة الذي هو مال مؤكد فكما ترى أن يحتل المركز الآخر بسفر نقطة بداية المباراة كانت تحذير من كلا فريقين رأينا فريق تشيسي في البداية كان واضح أنه يلقى صعوبة ببناء الهجمات وهذا راجع للدطول بريسينك الذي كان يمارس فريق معلمو على دفاعات البلوز وكل ما يغيب عليهم اللعب الفرنسي كان طيب دائما يواجهوا نفس المشكل وهو وسط الميدان ديالهم لا يكون متوازين باتاتا والملاحظ أيضا وهي كثرة التمريرات الطائعة ولكن من بعد ربع الساعة الأولى تحسن أداء البلوز هجوميا بسبب المغربي حاكم زياج الذي كان متحرك والديناميكية في الملعب كانت أكثر من رائعة رأينا كيلعب كجناح أيمن وبعد المرة كيلعب كرأس حربة وأحيانا وراء المهاجم كاي هافرز بالإضافة إلى أنه يرجع بعد المرة إلى وسط الميدان للمساندة الدفاعية بل أكثر من هذا هدد مارما مارما في أكثر من مرة وكان هو المشكل خطورة على الخصم لعله أبرزه هذه اللقطة التي كتبيه للمهاراته بحي تراوغ المدافع بالريش اليومنا ومن بعد سددها بالريش اليسرى ولكن للأسف لم يمشي كما أريد حاكم زياج من بعد اللاعب المغربي يستمر على نفس النهج وهدد مارما فارق مالمو في أكثر من مناسبة إلا أن الحظ لم يكن معه باتاتا بالإضافة إلى النزعة الدفاعية فارق مالمو كانت أكثر من رائعة ولكن هذه الصلابة الدفاعية لم يمنع حاكم زياج يسجل الهتف الأول بالتبط في الدقيقة 56 بعد مجهود كبير من اللاعب وبالدكاء والمهارة وحسن تاماركوس حاكم زياج قدر يحط راسه في الوضعية السريمة بحيث هرب من الرقابة وبذلك سجل الهتف الأول لفارق البلوز وسط فرحة مجنونة من المدارب طوماس طوخيل بل أكثر من هذا شاهدنا أيضا كيتفوق في الالتحامات خصوصا ذلك اللقطة اللي كانت بالضبط في دقيقة 47 في الشهو الثاني واللي بدل فيها مجهود كبير جدا عموما الأداء ديال المغربي كان رائع جدا كان هو أحسن لاعب في المباراة وكان قولها بدون تحيوس ولكن السؤال المطروح في نظاركم واشهد الهدف مع الأداء الجيد سيجعل مدارب متخب وطن المغربي واحد هالي لوزيج يستدعيه في المباراة القادمة لإقصائية كأس العالم أو أن الأزمة بناتهم باقية ستتسامر وأيضا في الخيتام قولوا لي رأي ديالكم في مستوى ديال المباراة وأيضا رأي ديالكم في الهدف وأداء ديال حاكم زياج وكيف العادة دائما تنقشوا في قسم التعليقات وكان معكم إسلام في أمان الله ومع السلامة